طيب اجمالا كل التفاصيل دي تابعة مباراة الاهل اورلاندو بايرتس المباراة في حد ذاتها الكل كانت توقع ان هيبقى فيها صعوبة كبيرة لان اورلاندو كسب بلوزداد في جزائر اتنين فبالتالي المباراة على ارضه الساعة 3 العصر مع فكرة فرق جنوب افريقيا الاهل ما بيعرفش هم نتيجة اجابية هناك كتعاملة شوية قلق بس لما اتفرجنا على المباراة الكلام شيء وارض الواقع كانت شيء تاني خمس قيمت التسعين دي ازاي يعني يمكن قيمها هقسمها على فترات الحقيقة في فترات لما نزل حسين الشحات ولما نزل افشا ولما نزل بيرستاو على غير العادة او على غير المستوى اللي مقدمه في الفترة الاخيرة الحقيقة بيرستاو عمل الفترة اللي انزلها عملها بشكل كويس طبعا الحسين الشحات يعني وجوده مهم جدا 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 من اللعيبة القليلة جدا اللي في مصر اللي بيصنع الفارق افشا بيعرف يعمل استحواز بيعملك استحواز حتى في مبارات صعبة جدا هو بيعرف يعملك استحواز لكن في فترات الحقيقة لا يعني كان برضا مش كورة النادي الاهلي وكانوا ماشيين في نفس الشكل اللي انا قلت عليه ان برضا حيطة الضغط في رص الملعب ما كانش موجود بشكل كويس حيطة الرقابة ما كانش موجودة بشكل كويس فده يمكن فرق في فترات في المبارات لكن اول ما اكتملت الحقيقة واول ما نزل اللعيبة اللي بتعملك الحقيقة صناعة الفارق الحقيقة إذا كان حسين أو أفشة أو بيرستاو على عكس زي ما قلت لك المستوى اللي هو بيقدم به في الفترة الأخيرة بيقدم بمستوى أقل الحقيقة لكن الفترة دي كان الأهل كان ممكن يسجل هدف أو هدفين طيب وزاة الملعب لما بنتكلم على كوكا ومروان ونيدفيد وإمام والسولية وأفشة أنت بتكلم في ست لعيبة أحيانا بيبدأ بإمام أحيانا بيبدأ بأفشة بخبراتك كابتن رمضان السيد وهو أحد أهم اللعابين اللي يجون في تاريخ مصر في وسط الملعب شايف المكان ده الأفضل فيه أنك تلعب بسبقات تشكيل تلعب بلعيبة متمركزة في وسط الملعب بشكل معين ولا بيقاليك تاكتك معين في أداء كولر في وسط الملعب بصة أنا أقول لك حاجة يعني يمكن على عكس البداية القوية جدا 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 لإمام عشور العية كان عامل بداية ولا أروع لأن أصلا كان بيعمل المساندات الهجومية بشكل كويس قوي قوي كان بيسدد بشكل كويس قوي وفي نفس الوقت كان بيختارك لغاية ما بيخش الثمانتاشر وبيصنع كمان إجوال يمكن في الفترة الأخيرة إمام المستوى رجع شوية فبالتالي أنت مفروض تسبت يعني أنا بقول مثلا إيه أفشة مثلا أفشة لما بياخد عشر دقايق لما بياخد خمسشار دقيقة لما بياخد نصف ساعة لما بياخد شوت لما بيبدأ أفشة بيصنع لك الفرق وبيعرف يعمل لك استحواز بشكل كويس قوي وبيعرف يصنع أهداف وهو أساسا بيجيب الجوال فبالتالي أفشة يعني أنا في رأيي أنه فرمة عالية جدا طبعا مراوان لا بديل عنه مراوان هو اللي بيعمل لك الاستخلاص وهو اللي بيقفل لك وس الملعب وهو اللي بيستخلص كل الكرات اللي هي بتتعامل في وس ملعب اللي بترتد من الدفاع عندنا أو من المهارمين أه طبعا مراوان لا بديل عنه بالمستوى اللي هو بيقدمه مراوان عامل مستوى هاي الحقيقة طبعا أنت عندك بعد كده أكرم أكرم توفيقي طبعا بالمجهود الكبير جدا 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 الحقيقة اللي بيبزله لكن أنا مش مع مثلا يبقى مراوان وأكرم وكوكة أنت كده بتقلل وسط ملعبك بشكل كبير جدا وحتة الاستحواز شابه ما بين التلاتة طبعا طبعا وحتة الاستحواز وحتة صناعة اللعب ما بتلاقيهاش بالشكل اللي بيقى مثلا موجود فيه أفشا اللي بيوجود فيه السلية السلية طبعا بيعمل لك كل الحاجات دي بيعمل لك حتة المسندات الليجومية بيعرف يخش التمنتاشر بيعرف يسدد من بعيد وبيعرف يعمل لك الكرات الطلية بشكل كويس أو الحاجات البينية فبرضا أنت لازم تسبت تلاتة الحية بس ما يبقاش فيهم تشابه زي ما بتلعب كوكة وأكرم ومروان الفترة اللي انت بتلعب بالشكل ده بتلاقي نفسك ممتظرفش تعمل الاستحواز من أفضل تلاتة ممكن يبدأوا مثلا مع بعض لده في تنوع كده ما بين التلاتة أدوارهم مختلفة فسط الملعب أنا رأيي الفترة دي مروان وأكرم وأفشة مروان وأكرم وأفشة مروان وأكرم وأفشة لأن أكرم مع أفشة غير أكرم مع كوكة اللي اتنين لعبهم متشابه الحقيقة لكن لما بيلعب مع أفشة أفشة بيعرف يلعب أكرم وفي نفس الوقت كمان بيدله فرصة أنه هو يتقدم بشكل كويس أوي في الكرات البينية اللي هو بيعملها بيشتغلها مع حسين الشحات وبشتغلها مع أكرم وبشتغلها الحقيقة مع طهر محمد طهر وبشتغلها مع وسام أبو علي أفشة بيعرف يعمل لك استحواز وبيعرف يعمل لك الكرات البينية